لكن الهدف من الاسي جي او الايكو من رسم القلب او الايكو انك تطمئن ان قلبك مفوش مشكلة. اهلا بكم في حلقة جديدة من خمسة لصحتك. ناس كتير جدا بتدخلنا استيضالية بتشتكننا من نجازات في القلب. ده الوصف اللي هما بيوصفوه. قلبي وجعني. حاسة بنغزة هنا. ناس كتير من اللي بتتفرج عيني دلوقتي حصل معهم نفس الموضوع. لانه بيتكرر مع ناس مريضة وناس لا. معظم الناس بتحس بنفس الوصف. انا حاسة بنغزة في قلبي. انا حاسس بقلم في قلبي. في الحلقة هنشرح لكم كل حاجة عن الموضوع ده. اللي الان هنطمنه. واللي عنده مشكلة هنقوله يحلها ازاي. الاول ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب ونفعل الجرس. عشان الحلقة توصلكم اول ما تنزل. المفروض ان انا نقول اللي ما اسموش نغز هو اسمه وخز. انا حاسس بقلم في المنطقة دي. اول حاجة هتفكر فيها. انا عندي مشكلة في قلبي. اول ما تحس بالنغزة دي. او الوخزة دي. هتفكر عندي مشكلة في قلبي. انا هروح دكتور قلب. في الحقيقة تسعين في المئة من الحالات دي. ما يبقاش عندهم مشكلة في القلب. يعني انت. حصل لك نفس الموضوع ده مش معناه ان عندك مشكلة في قلبك. القلم ده ممكن يكون سببه برد. انخفاض في درجة الحرارة خففت هدومك. القلم ده ممكن يكون سببه ارتجاع مريء او تعب في المعدة وده معظم الحالات بتكون كده. يعني معظم الحالات اللي بتجينا الصيدلية او بتتوصل معنا على السوشيال ميديا بتكون المشكلة فيها انه عنده مشكلة في المعدة. لما بيحصل ارتداد للاحماض بيحصل ده. بيحصل نغز في القلب. او اسمه الطبي حرقان في القلب. ده من ضمن الاعراض بتاعة جرسومة المعدة وارتجاع المريء والحمودة والكلام ده. حتى للناس اللي عندهم يعني كرش او الست الحامل بتحس بنفس الموضوع. بعيدا عن ده. يعني ما تلاقش عندي ده. انا لا عندي مشكلة في المعدة. ولا عندي اللي انت بتقول عليه برد في الصيف مسلا. اعمل ايه? الطبيعي انك عشان تطمئن لو الموضوع ده بتكرر عليك. يعني حصل مرة واتن وثلاثة واربعة. الطبيعي انك تعمل ايه? انك تروح دكتور قلب. وقتها دكتور القلب هيعمل لك اس جي. رسم قلب. مغزم دكاترة القلب. والبطنة كمان عندهم الجهاز ده. غالبا هيطمنك. يعني في حالات كتير جدا هيطمنك. ولو انت الان قوي ممكن تروح تعمل ايكو. اشاعة القلب. تعملها في مركز اشاعة. هيطلع لك. ممكن عندك مشكلة في الصمامات. ممكن عندك ارتخاء في الصمام المترالي. وده معظم. يعني الناس اللي بيطلع عندهم الارتخاء ده بيكون مش روماتيزمي وبيكون حاجة عادية جدا. وبيكون حاجة ما تقلقش. وحالات كتير جدا من الناس بيحصل معهم نفس الحكاية. بروح يعمل ايكو بيطلع عنده ارتخاء في الصمام المترالي. والدكتور بيقول له انت طبيعي من فكش حاجة ده ارتخاء. بيحصل عند ناس كتير وما بانش مشاكل ولو روماتيزمي بياخد بن سيطارد او هان بن سليم طويلة المفاول وبيتعالج لكن الهدف من الاسي جي او الايكو من رسم القلب او الايكو انك تطمئن ان قلبك مفوش مشكلة لان المعظم اللي بيحس بالنخزة او الوخزة او القلم في المنطقة دي اول حاجة بيفكر فيها انا قلبي في مشكلة انا عندي مشكلة كبيرة في القلب والحقيقة ان معظم الحالات يعني ممكن نقول تسائين في المئة من الحالات بيكونش عندهم اي مشاكل في القلب بيكون السبب في القلم ده او الاحساس ده حاجة تانية مالهاش علاقة بالقلب ولكن بيروحوا يعملوا الاشعة او يعملوا الاس جي او بيعملوا رسم القلب او بيعملوا الزيارة لدكتور القلب للاطمئنان ليس الا ففي الفيديو ده بنتمنك ان لو انت حسيت بالقلم ده اول حاجة تفكر فيها هي المعدة هل انا عندي حموضة هل انا عندي ارتجاع مريق هل انا عندي جرسومة هل ممكن يكون عندي برد طب امتى ممكن اروحوا الدكتور لما الموضوع يتكرر علي لما احس بعضات تانية نهاجان مثلا ما بقدرش اعمل مجهود وانا بطلع السلال محاسس بتعب وانا ببزل اي مجهود في حياة الطبيعية حاسس بتعب وقتها لأ يكون في النغزة او الوخزة دي والحاجات دي موجودة لازم تعمل زيارة ما تكسلش روحوا دكتور القلب او امام الاشيات الايجو واطمينة عنفسك لو في حد منكم عنده تجربة في المسألة دي واعتقد ناس كتير جدا عندهم تجربة في المسألة دي ياريتي شاركنا في التعليقات يحكي لنا يقول لنا اللي حصل لما حسم القلم ده وراح للدكتور طلع عنده ايه او ما طلعش عنده ايه لا لن ده بتقرر معاه اثناء الزعل او اثناء التعب او 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 اهل مسألة لها علاقة بدك في التنفس عنده مشكلة مسلا في السدر عنده كح عنده نزلات عايز زيار دعينا اي حاجة هتلاقي رقم للواتساب ممكن تتواصله معنا اه انك تبعت اي ايكو او تبعت اي تحليل بحيث ان احنا نرد عليكم اه في اسرع وقت ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب ونفعل الجرس اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من خمسة لصحتك